اشتركوا في القناة وقلنا المرتب هو ما يعطى من غلة الوقف لصفة قائمة في المستحق لا عن مقابل خدمة كالعلمي والفقري وغيرها من الصفات اليوم لتكلم عن شرط الواقف شرط الواقف إذا شرط الواقف أن تصرف من غلة الوقف خيرات ومرتبات لما قلنا المرة اللي فاتت الواقف إما أن يحدد ويشرط أو يترك الأمر مفتوح اليوم رح نتكلم عن إذا شرط الواقف أن تصرف من غلة الوقف خيرات ومرتبات وما فضل منها يعني اللي يزيد يكون الموقوف عليهم أو الواقف جعل الغلة للموقوف عليهم وشرط أن يسرب فيها خيرات ومرتبات مع النص على البدء بها أو عدمه اهني الفقهاء شنو قالوا؟ قالوا إذا فعل الواقف ذلك ففي حالتان الآن شرط الواقف إذا شرط الواقف فيها حالتين أن يكون أولا قدر الغلة وقت صدور الوقف معروف قدرها معروف هذه الغلة لما صدر هذا الوقف كان معروف كميتها أو أن لا يكون قدر الغلة وقت صدور الوقف معروف قدرها ممعروف الآن ففي الحالة الأولى إذا كان قدر الغلة وقت صدور الوقف معروف ينظر إلى نسبة المرتبات إلى هذه الغلة كم من نسبة؟ أنا عندي مرتبات رح يوزعها ياخذ قدر الغلة وتقسم الغلة كل سنة على أساسها ممكن الغلة في هذا الوقت السنة يكون كثير فتوزع على حسب الأنصبة السنة اللي بعدها يكون قدرها قليل فتوزع أيضا على حسب ما أراده الوقف الحالة الثانية وهي التي يكون فيها قدر الغلة وقت صدور الوقف غير معروف فيعطى أصحاب المرتبات من الغلة سهما بنسبة ما هو مقدر لهم إلى الغلة زائدا عليها مقدار المرتبات فهني تقوم هذه المرتبات ويخرج منها صافي الريع في كدسنة طبعا الحسبة تكون حسب المرتبات المقدرة والأسهم نأتي إلى الوقف على الخيرات إذا كان الوقف على الخيرات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة أيضا من الخيرات اللي هي لما نقول وقف على الخيرات الآن الجهة متحددة ما حدد الواقف لم يعين الواقف جهة من جهات البر لكن ممكن يعينها ولكن لا تكون موجودة عين قال لطلبة العلم بعدها انتهوا ما كان فيه يعني مو إنما في طلبة علم لا في طلبة علم إلا أن طلبة العلم هذولة مو محتاجين يعني الآن وقف نصيب طلبة العلم أو زاد ريع الوقف على الحاجة حدد سبعة من طلبة العلم الريع موجود يفي إلى أكثر من السبعة هنا يصرف الريع أو فائضة إلى من يكون محتاج من ذرية الواقف وإذا كان للواقف والدين أيضا تُعطاه من هذه الأوقاف لأن من أولى في الوقف إذا كان ما في ناس تستحق هذه الأوقاف خلاص الوقف الآن زائد والريع زائد واللي حددهم خذوا واستفادوا بقى من الريع يأتي إلى الوالدين فممكن لأن الوالدين إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالوقف أو أقاربه أولى من الوقف من غيرهم نأتي إلى مسألة أخرى تعتبر الأوقاف التي تخصص لجهة واحدة وحدة واحدة يعني كأن قسم واحد مثاله إذا لم يعين الواقف جهة من جهات البر لو قال هذا الوقف على البر والخير فيعتبر كل أنواع البر جهة واحدة وإن تعدد الأشخاص يعني واحد محتاج للعلاج الثاني محتاج لطلب العلم الثالث محتاج خنقول إحنا لبناء بيت ما عنده فعموم الخيرات محتاج إلى عنده دين عموم الخيرات تسع مسائل كثيرة في الأوقاف الثنين إذا عين الجهة لكنها لم تكن موجودة الآن الواقف قال هذه الأموال أوقفتها على مثلا طالب يدرس في هذه الجامعة ما في واحد محتاج يدرس في هذه الجامعة تنتقل هذه الأوقاف إلى جهة أخرى في نفس الصفة الصفة يعني طالب آخر في جامعة ثانية إذا انتهت الحاجة إلى تلك الجهة الحين أنا ما أنا محتاج إلى دفع قيمة الأوقاف مثلا لطلبة علم أنتقل إلى مصرف آخر أشوف وين الحاجة لأن انتفت الحاجة عند طلبة العلم أربعة زيادة ريع الوقف عن حاجة الجهة الآن أنا عندي أموال مثلا الواقف حط عمارة العمارة اليوم تدر زيادة عن اللي أهم الموقوف عليهم بالنسبة اللي بحددها الواقف حدد نسبة عطيناهم النسبة بقى ريع وزيادة أنا شا سوي في هذه الزيادة الآن ريع الوقف أو الزيادة يصرف إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالدي بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهات البر ليش؟ مثل ما ذكرنا أن أولى الناس في البر والخير هم الوالدين ثم الأقارب ثم اللي أبعد يعني الواحد ما يترك أقاربه ويروح ياخذ من ريء هذه الأموال الأوقاف ويعطيها البعيد فيبدأ في الأقارب نأتي إلى أيضا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة من اعتبار الجهة الموقوف عليها وحدة واحدة مثلا الوقف على مسجد معين يشمل كل المساجد والوقف على مدرسة معينة يشمل كل المدارس لأن حاجات المسلمين ومصالحهم واحدة ليش الفقهاء قالوا هالكلام؟ لأنه يمكن هذا المسجد اللي أوقف عليه قال أنا أوقفت لهذا المسجد فرش أنه يفرشونه وهذه السنة فرشوا هذا المسجد المبلغ اللي حطاه حق الفرش بعد سنة قالوا كل سنة بعد سنة الفرش نظيف ما أقدر أغيره وتغييره يعتبر إسراف فبإمكان الناظر يستغل هذه الأموال ويضع هذه الأموال على فرش مسجد آخر لأن المساجد تعتبر وحدة واحدة على حسب رأي هؤلاء الفقهاء جمهور الفقهاء أعزائي المشاهدين تابعوني في الحلقة القادمة لأكمل الخير يبقى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم